بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته أنشأت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مستندة إلى نصوص المبادرات الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2051 لسنة 2012 والقرار 2140 لسنة 2014 وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلاة حيث اللجنة آلية وطنية للرصد والتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أرض الجمهورية اليمنية من قبل جميع الأطراف مع انتفاشة الميليشيا وسيطراتها على مؤسسات الدولة صدر القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2015 وبموجبه تم تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ يناير 2011 وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد فيما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022 قرار يؤكد فيه دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف في اليمن وحث الجميع على ضرورة التعاون معها الأرضية القانونية المسنودة بمرجعيات إقليمية ودولية توجب التساؤل عما حققته اللجنة استنادا إلى هكذا موقع وواقع خصوصا وأن عملها يمدرج زمنيا في إطار أسوأ فترة في التاريخ اليمني من حيث الانتهاكات لحقوق الإنسان تساؤل تجيب عنه اللجنة ابتداء من خلال تقاريرها الدولية التي بلغت عشرة تقارير بين 2016 وأغسطس 2022 لكن المعنيين بحقوق الإنسان وقبلهم من وقع عليهم انتهاك أو لا تزال الانتهاكات تتوالى على ذويهم خلف جدران الطغيب يريدون ما هو أبلغ من التقرير وأن يلمسوا في حياتهم العملية ثمار الجهد المبذول وذلك ما يقود للتساؤل من جديد هل يقتصر عمل اللجنة على التوثيق فقط أم أن لها صلاحيات أوسع من ذلك تساؤلات يبحث عن إجابتها المكتوون بنيران الانتهاكات ويرتفع منسوب الأمل بالحصول على إجابات مع كل حدث جديد له علاقة بحقوق الإنسان بما في ذلك خبر افتتاح اللجنة الوطنية مكتبا لها في مأرب يضاف لمكتبي عدن وتعز